موسيقى مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي درسنا اليوم يونت 3 لسن 4 اليونت الثالث الدرس الرابع أنوان الدرس getting ready الاستعداد موجودة بصفحة 44 من كتاب الطالب صفحة 42 من كتاب النشاط قبل ما نتبه بالدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب بل اسمه الأستاذ طاح سين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابع الابتدائي صفحة 44 من كتاب الطالب مكتوب على الصفحة getting ready الاستعداد أسفلها مكتوب look listen and read انظر استمع وقل منطيني نص ومنطيني هذه الصورة اللي هي عبارة عن معلم الرياضيات وهي مجموعة من التلاميذ وبعلى هذه الصورة مكتوب نص يطلب من عندني استمع لقراءة هذا النص أتبعويا وبعدها أحاول أقرأ هذا النص وبأسفل الصورة مكتوب listen and read again استمع وقرأ مرة أخرى إذن هذا النص نحاول نستمع لمرتيا ونقرأ draw a line under words for colors and for clothes draw a line معناها يقول لك ضع خط أو ارسم خط under the words تحت الكلمات for colors يا كلمات كلمات المتعلقة بالألوان colors and for clothes وكذلك الكلمات المتعلقة بالملابس إذن نرجع للصورة السابقة نستمع المقطع الصوتي نتبعوا إياه بعدها نحاول نقرأ وبعدها نوضح مفردات النص ونوضح خط تحت الكلمات المتعلقة بالcolors الألوان والclothes الملابس نستمع المقطع الصوتي أول شيء track 56 look, listen and read hello everyone it's 2.30 now it's time for the races soon please put on your sports trousers your t-shirts and your trainers remember class 3 is the yellow team and class 4 is the brown team the first race is running the second race is the egg and spoon race good luck إذن بعد ما استمعنا المقطع الصوتي وتبعنا ويا نحاول نقرأ هذا النص ونوضح مفرداته hello everyone مرحبا بكم جميعا طبعا الأستاذ هنا يتحدث it's 2.30 now إنها الساعة الثانية والنصف الآن it's time for the races soon حان وقت السباقات قريبا please put on your sport trousers رجاء ارتدوا البناطيل الرياضية إذن هذه أول كلمة من كلمات ملابس ذكرنا أنه لازم نجر خط تحت كلمات الملابس clothes كذلك كلمات الألوان إذا صادثنا أي كلمة متعلقة بالألوان نوضع تحتها خط إذن أول كلمة اللي هي trousers trousers اللي معناها البناطيل sport trousers البناطيل الرياضية يقصد بها البجامة الرياضية your t-shirts and your trainers كذلك التشيرتات الخاصة بكم كذلك هذه كلمة متعلقة بالملابس نوضع تحتها خط and your trainers وكذلك الأحذية الرياضية هذه هم تعتبر من الملابس المتعلقة بالرياضة remember تذكر class 3 is yellow الصف الثالث إيش رح يلبس رح يلبس اللون الأصفر الصف الثالث هو الفريق الأصفر إذن كلمة yellow اللي معناها أصفر هي من الألوان نوضع تحتها خط and class 4 is the brown team والصف الرابع هو الفريق اللي رح يرتدي اللون الجوزي أو البني نسمي brown bunny إذن هذه من كلمات الألوان نوضع تحتها خط the first race is running أول سباق رح يتم بين الصف الثالث والصف الرابع هو سباق running الركض the second race is the egg and spoon race أما السباق الثاني فهو سباق البيضة والملعقة good luck حظا موافقا هذا ما يخص هذا النص استمعنا المقطع الصوتي قرأناه ووضعنا خط تحت ذن الكلمات المتعلقات بالclothes والcolors هذن الكلمات كلمات جدا مهمة يجب أن أحفظها إملاء ومعاني لأن إن شاء الله بالدرس القادم أكو تمرين متعلق بإملاء ذنك كلمات يجب أن أكون حافظهن كإملاء وكمعاني رح تفيدني جدا مثل ما رح نجي نوضح إن شاء الله بالنشاطات القادمة إذن أحاول أحفظ إملاء ومعاني هذه الكلمات بعدها ننتقل للنشاط الآخر look and say استمع وقل قبل ما نبدأ بحل هذا النشاط أدنا ملاحظات قواعدية جدا مهمة تفيدني أني أفهم هذن النشاطين قبل ما نبدأ نحل هذا النشاط نقرأ هذه الملاحظات الملاحظات القواعدية هي كالتالي أولا للسؤال عن ملكية الشخص لشي معين نستخدم الأداءة who's لنفترض مثلا أني لقيت قلم وأريد أسأل عن صاحب هذا القلم مالك هذا القلم شو نسأل باللغة الإنجليزية أخذناها بدروس سابقة ونعيدها بهذا الدرس نستخدم الأداءة who's who's شنو معناها؟ التي تعني لمن؟ فمثلا أقول who's t-shirt is this؟ لمن هذا التي شيرت؟ إذن لقيت تي شيرت وأريد أعرف صاحب هذا التي شيرت فأستخدم هذه الأداءة who's شنو معناها؟ معناها لمن؟ فأقول who's t-shirt is this؟ لمن هذا التي شيرت؟ أو قد يكون الشيء اللي لقيته مو مفرد التي شيرت هو مفرد يعني شيء واحد قد يكون جمع مثل هذه الأحذية اثنيا أحذية رياضية فهاي تعتبر من الجمع باللغة الإنجليزية أي اثنيا فما فوق نعتبره جمع إذا بتجمع شون؟ شون نسأل؟ هم نفس الطريقة who's بلن نسميهن trainers أحذية رياضية whose trainers are these؟ لمن هذه الأحذية الرياضية؟ إذن who's زائدا الشيء اللي أنا لقيته وريد أسأل عن صاحبه زائدا إذا مفرد هذا الشيء أخلي له is this وإذا كان جمع أخلي له are these إذن عرفنا شون نسأل؟ لنفترض أني لقيت هذا التي شيرت وريد أسأل عن صاحب هذا التي شيرت فاشأقول أقول whose t-shirt is this؟ whose زائدا التي شيرت التي شيرت مفرد أخلي له is زائدا this whose t-shirt is this؟ لقيت كتاب واحد شأقول أقول whose زائدا الشيء اللي لقيت اللي هو البوك كتاب whose book الكتاب مفرد is this whose book is this؟ لمن هذه الكتاب؟ لقيت مجموعة كتب شأقول أقول whose شنجمع كتاب؟ كتب اللي هي books whose books ما أقول is this؟ ليش لأن صار نجمع أقول are these whose books are these؟ لمن هذه الكتب؟ إذن عرفنا شون نسأل عن ملكية شخص لشيء معين زين ذار دجاوب واحد سألني قال لي لمن هذا الكتاب؟ أو لمن هذا التي شيرت؟ وأريد أجاوبه عند الجواب نستخدم it is للتعبير عن المفرد إذا سألني عن كتاب واحد أو تي شيرت واحد سألني قال لي who's t-shirt is this؟ لمن هذا التي شيرت؟ التي شيرت مفرد إذا مفرد شون أجاوبه؟ أقول it is إنه زائدا اسم الشخص المالك مالك من هو التي شيرت؟ لنفترض أنه ملك يوسف أقول it is يوسف's زائدا s التملك ما أقول it is يوسف it is يوسف's s التملك أخلي إلى s التملك s التملك معناها أنه هذا التي شيرت يملك هذا الشخص إذا هذا التي شيرت ملك لينا فشأقول أقول it is لي ناز إنه ملك لينا لينا أخليها اس التملك على مود أوضح أنه هذا التي شيرت هو ملك لينا إذن أوضع اس التملك المن لإسم الشخص المالك زيان إذا كان جمع سألوني يقول لي whose trainers are these؟ لمن هذه الأحذية الرياضية؟ أو أرد جاوب فعند الجمع أخلي they are ما أقول it is بالمفرد أقول it is أما بالجمع أقول they are إنها زائدا كذلك اسم الشخص المالك بي أس التملك همينا ملات يوسف أقول they are يوسف's إنها ملك يوسف اللي لاحظ أن أنا أس التملك هذا ما يخص السؤال والجواب عن ملكية شخص لشيء معين رحيس عندي الأستاذ يقول لي whose تي شيرت is this؟ لمن هذا التي شيرت؟ أنا المفروض أعرف أجاوب هذا السؤال بما أنه مفرد إذا كان مفرد أقول it is it is زائدا اسم الشخص المالك مالك هذا التي شيرت بي أس التملك فش أقول it is يوسف's إنه ملك يوسف فهنا مثل ما أموضح يقول لك this is يوسف's تي شيرت هذا تي شيرت يوسف أو يقول it's يوسف's إنه ملك يوسف كذلك these are يوسف's trainers هذه أحذية يوسف أحذية رياضية طبعا they are يوسف's إنها ملك يوسف هنا أنا ملاحظة عندي التراوزرز اللي هو البنطال يعامل معاملة الجمع إحنا باللغة العربية عدنا البنطال مفرد أما باللغة الإنجليزية فعدهم البنطال جمع فأقول these are يوسف's trousers هذا البنطال ملك يوسف they are يوسف's إنه ملك يوسف يقول لك مثل ما عبرت عن هذه الأشياء المن تعود من مالكهن الحقيقي كذلك هنا أنا هذه الأشياء عبر لي عن المالك الحقيقي لها شون يعني يعني مثلا هذا التي شيرت سألك الأستاذ قل لك whose تي شيرت is this لمن هذا التي شيرت فأقل لك this is ليناز فراغ مثل ما هنانا this is يوسف's فراغ شنو الكلام المناسبة بفراغ هذا الشيء شنوه هذا تي شيرت فأقول this is ليناز تي شيرت هذا تي شيرت لينا أو أقول it's ليناز إنه ملك لينا it is زائدا اسم الشخص يحمل أسل تملك كذلك هنانا بالصورة الثانية whose trainers are these لمن هذه الأحذية الرياضية فأقول these are ليناز ليناز إنه ملك لينا هذا ما يأخذ ذن النشاطين مجرد أعبر عن ملكية لينا ويوسف لهذه الأشياء بأسفلها مكتوب point ask and answer أشر أشر على وحدة من ذن الصور ask اسأل اسأل زميلك and answer وأجب لأنه محادثة بين تلاميذ اثنيا التلاميذ الأول يسأل مثلا أشر على هذه الأحذية الرياضية فيسأل يقول whose trainers are these لمن هذه الأحذية الرياضية زميلة يجاوبها هذه الأحذية الرياضية هي ملك يوسف شاكل أقول they are يوسف إنها ملك يوسف أو قد يسأل سؤال ثاني يقول whose t-shirt is this أشر على هذا التي شير سأل قال لمن هذا التي شير فالتلميذ الآخر يجاوبه يقول it is ليناز إنه ملك لينا هذا ما يخص هذا النشاط مجرد من خلاله يعرف التلميذ شون يسأل ويجاوب عن ملكية هاي الأشياء لهؤلاء الأشخاص ننتقل إلى كتاب النشاط read then cover and remember اقرأ ثم بعدها غطي غطي هذا النص and remember وحاول تذكر أجوبة هذه الأسئلة رح نقرأ النص نوضح مفرداته ونحل الأسئلة المتعلقة بي اللي هي عبارة عن أسئلة نثرية فنحاول ننتبه للنص على ما نقدر نجاوب على هذه الأسئلة it is now 4 o'clock إنها الساعة الرابعة الآن it's time for races soon إنه وقت السباقات قريبا please put on your t-shirt and trainers رجاءا ارتدوا التي شيرتات والأحذية الرياضية remember تذكروا class 5 is the red الصف الخامس هو الصف اللي رح يلبس اللون الأحمر red team فريق الأحمر and class 6 والصف السادس is the green team هو الفريق اللي رح يلبس اللون الأخضر the first race is skipping أول سباق هو السكيپنج اللي هو القفز the second race is bike race أما السباق الثاني فهو سباق الدراجات good luck حظا موافقا answer the questions أجب على الأسئلة التالية أجابها من خلال شنو من خلال هذا النص number one أولا what time is it ما الوقت ما الوقت الذي تم ذكره في هذا النص إذا تذكرون في بداية النص ذكرنا it is now 4 o'clock إنها الساعة الرابعة الآن فأقول 4 o'clock الساعة الرابعة number two ثانيا what do the children put on ما الذي يرتدوه الأطفال put on معناها يرتدي children الأطفال what's معناها ماذا ماذا يرتدي الأطفال من خلال ذكرنا يقولهم put on ارتدو your t-shirts and trainers التيشيرتات والأحذية الرياضية إذا نقول t-shirts and trainers التيشيرتات والأحذية الرياضية number three ثالثا what color is the class 5 ما لون الصف الخامس الصف الخامس الفريق ما لاته مش راح يلبس يا لون بالقطعة ذكرنا class 5 is the red team الصف الخامس هو الصف اللي لونه red أحمر فأقول red team number four رابعا what color is the class 6 ما لون الصف السادس ذكرنا أن الصف السادس class 6 is the green team لونه أخضر green number five خامس what is the first race ما هو الصباق الأول ذكرنا أن هناك الصباقين بالقطعة the first race السباق الأول is skipping هو السباق القفز the second race السباق الثاني bike race اللي هو سباق الدراجات فأنا أريد الأول أقول the first race is skipping فقط أقول skipping اللي هو القفز هذا ما يخص هذا النشاط مجرد من خلاله الأستاذ يختار مجموعة من تلاميذ يقرون هذا النص وبعدها يطلب من التلاميذ أن يغلقون الكتاب ويسألهم هذه الأسئلة فمن خلال النص اللي قروا وافتهموا يحاولون يجاوبون هذه الأسئلة أسئلة جدا بسيطة وكل سؤال جواب عبارة عن كلمة واحدة إذن هذا التمرين مهم فقط في التحضير كأسئلة شفوية غير مهم بالامتحان الشفوي أو الامتحان التحريري أما النشاط الآخر check your answer with your partner تفحص أو تفقد أجوبتك مع زميلك نانا بعد ما حلوا النشاط يصير محادثة بين تلاميذ اثنين التلميذ الأول يسأل والتلميذ الآخر يجاوب يرجعون على نفس النشاط فمثلا التلميذ الأول يقول له what time is it ما الوقت التلميذ الآخر يقول له it's four o'clock يتأكدون إذا كان نجابتهم صحيحة لو خاطئة التلميذ الآخر يسأل what do the children put on ما الذي وضعوه الأطفال التلميذ الأول يجاوبه t-shirts and trainers التيشيرتات والأحذية الرياضية إذن هم مجرد نشاط صفي من خلال تلاميذ اثنين التلميذ يسأل هذا النشط للسئلة المتعلقات في التمرين السابق والتلميذ الآخر يجاوبه فهنا هنا السؤال what time is it ما الوقت التلميذ الآخر يجاوبه يقول له it's four o'clock إنها الساعة الرابعة ننتقل للنشاط الآخر point ask and answer أشر أشر على واحدة من ذن الصور ask اسأل اسأل زميلك and answer وأجب say and write if they are Lina's or Yusuf's قل واكتب إذا كان هذا الشيء ملك يوسف أو ملك Lina فهنا هنا محادثة بين تلاميذ اثنين التلميذ الأول يأشر مثلا على هذه القبعة فش يقول للتلميذ الثاني يقول له whose cab is this لمن هذه القبعة بما أنه مفرد أقول whose زادا اسم الشيء اللي نسأل عنه اللي هو cab whose cab بما أنها مفرد أقول is this whose cab is this لمن هذه القبعة التلميذ الآخر يجاوبه بما أنها مفرد يقول it's Yusuf's أكيد بما أنها القبعة واللادية فهي ملك يوسف فأقول Yusuf's إنها ملك يوسف يأشرع الصورة الثانية يقول لها whose shirt is this لمن هذا القميص فيجاوبة التلميذ الآخر مثلا Yusuf's كذلك هذا القميص واللادي لذلك يقول هذا ملك يوسف أما هذا الحذاء فش أقول أقول whose shoes are these لمن هذه الأحذية هاي الأحذية بناتية فأقول they are Lina's إنها ملك لنا ليش قلت they are لأنها جمع أما هاي السكرت التنورة التلميذ الأول يسل يقول whose skirt is this لمن هذه التنورة بما أنها متعلقة بي البنات فأقول it's Lina's إنها ملك لنا ضروري جدا أني أوضع S التملك مع الأسماء على مد أوضح أن هاي الأشياء هي ملك يوسف ولينا ننتقل للنشاط الآخر put the words in order ضع الكلمات بالترتيب كل جملة كلماتها مخربطة يطلب من عندي نرتبها ترتيب صحية write the sentences اكتب الجمل بالشكل صحيح فمثلا هم من طين المثال نقطة الأولى shirt is it يوسف's هاي الجملة مبعثرة يطلب من عندي نرتبها فش يصير أقول it is يوسف's shirt أنه قميص يوسف كذلك مع البقية يريد من عندي نرتب هاي الجملة number two ثانيا ليناز is it skirt فأول شي أوضع it is بعدها اسم المالك اللي هو ليناز بعدها الشيء اللي تملكه اللي هي skirt it is ليناز skirt انها تنورت ليناز number three ثالثا it كاب يوسف's is كذلك هذه الجملة مبعثرة أوضع أول شي it is بعدها اسم الشخص المالك اللي هو يوسف وبعدها الشيء اللي يوملكه فأقول it is يوسف's كاب انها قبعة يوسف أما number four رابعا are they shoes ولينا بما أنها جمع أخلي they are بالبداية they are اسم المالك واسم الشيء اللي يملكه فأقول they are ليناز shoes انها عحذية لينا هذا ما يخص هذا النشاط مجرد عبارة عن جمل يطلب من التلميذ انه يرتبها بالترتيب حسب ملاحظات القواعدية اللي أخذناها قبل دقائق هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بي ملاحظات قواعدية عن كيفية السؤال عن ملكية شخص لشيء معين مثلا إذا لقيت كتاب وريد أسأل عن صاحب هذا الكتاب أستخدم الأداد whose فإذا كان الكتاب مفرد أقول whose book is this أو إذا كان جمع أقول whose books are these وعند الإجابة إذا كان مفرد أخلي it is زائدًا اسم المالك زائدًا الشيء اللي يملكه مثلا أقول it is yousif's book أو إذا كان جمع أقول they are زائدًا اسم المالك زائدًا الشيء اللي يملكه فأقول they are yousif's books مثلا إلى آخره بالإضافة إلى ذلك أخذنا مجموعة من الكلمات المتعلقات بالألوان اللي هي brown bunny yellow أصفر بالإضافة إلى كلمات الملابس clothes مثل trousers البنطال والترينرز الأحذية الرياضية والT-shirt وقلنا ذلك كلمات جدًا مهمة أني أحفظ إملاءها ومعانيها لأن راح تفيدني بالدرس القادم بالتمرين الأول اللي موجود بكتاب النشاط اللي يطلب من عندي إملاء هذه الكلمات أو استفسارة أو وظافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون معي على حسابات الموجودة أمانكم على الشاشة